السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معادنا النهاردة مع الحلقة التانية من سلسلة PMP والنهاردة هنتكلم عن 3 حاجات أول نقطة هنتكلم عنها هي عاد أسئلة الامتحان رقم 2 عايزين نتكلم عن تكلفة الامتحان رقم 3 عايزين نتكلم عن كيفية حجز الامتحان عاد أسئلة الامتحان 200 سؤال كل سؤال اختيار من المتعدد عاد الاختيارات 4 اختيارات تانية حاجة هنتكلم عليها ألا وهي تكلفة الامتحان تكلفة الامتحان لو انت مش من برشب 555 دولار طب لو أنا معي عضوية أولا انت هتجيب العضوية أو هتدفع في العضوية 139 دولار والامتحان هيبقى ب405 دولار ايه ده؟ انا بروح للعضوية طبعا القرار الصح ان انت يبقى معاك عضوية وده بيوفر لك 11 دولار كمان بيألوف فايدة مميزة ألا وهي لا قدر الله في حالة الاعادة فان حضرتك بيبقى عندك 100 دولار بتوفرها فالامتحان للميمبرشيب 275 والنوميمبرشيب بعده هتحجز الامتحان وتشوف أقرب مركز الامتحان لسيادتك هنلاقي مثلا في مصر في مركزين الامتحان واحد في القاهرة واحد سكندرية والسعودية على حد علمي في خمس مراكز امتحان ومعظم الدول العربية فيها مراكز للامتحان طيب الامتحان بيبقى ازاي؟ هل بيقى بيبر بيست ولا كومبيوتر بيست؟ الطريقة الاشهر والافضل اللي انا قلتلكم الاسعار بتاعتها هي طريقة كومبيوتر بيست تيست طيب السؤال بقى المهم جدا جدا هل نتكتب تظهر في وقتها؟ طبعا نتكتب تظهر في وقتها ان شاء الله بعد دقيقة او اقل من دقيقة من انهائك الامتحان هتلاقي congratulations you pass the exam اشتركوا في حلقة جديدة مع معلومة جديدة عن البي ام بي